إلى الولايات المتحدة حيث يبدو أن المنافسة داخل الحزب الجمهوري لنيل الثقة للترشح في اتخابات 2024 على أشدها فبعد حرب التصريحات بين ترامب وروندي سانتيز حاكم فلوريدا الآن دخل على الخط مايك بينس نائب دونالد ترامب في فترة رئاسته طبعا السابقة بالطبع هجوب مبنى الكونغرس عام 2021 هو الباب الأمثل يدخل منه بينس في صراعه مع ترامب فمع فتح وزارة العدل الألباب أمام مقادات ترامب في مسؤوليته عن هجوم الكابيتل لم يفوت بينس الفرصة حيث شن على ترامب هجوما لاذعا اعتبره هو الأشد بينس كان شاهدا على الأحداث عندما اقتحم الآلاف من أنصار ترامب المبنى في محاولة لمنع الكونغرس من التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 والتي خسرها ترامب أمام جو بايدن لما يصدر عن بينس تعليق يذكر بشأن الحادثة في الأشهر التالية كما رفض التعاون مع لجنة مجلس النواب المعنية بالتحقيق في الهجوم لكنه كثف مؤخرا من انتقاداته لمسيري الشغب وترامب في تغير قد يفهم على أنه خطوة نحو إزاحة ترامب من الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة قال بينس وكال انتقادات على استحياء لترامب ولكن هذه المرة اتهمه مباشرة بتعريض عائلته للخطر قال إن التاريخ سيحاسبه على دوره في الهجوم لم يتوقف الأمر عن ذلك لكنه وصف ما حدث في ذلك اليوم بأنه وصمت عار تشير تعليقات بينس إلى أنه مستعد للنائي بنفسه أكثر عن ترامب مع احتدام الحملة الانتخابية الرئاسية التي تجري في 2024 حتى وإن كان هذا يعني خسارة دعم ملايين الناخبين الجمهوريين الذين لا يزالون يؤيدون ترامب موسيقى